وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وزارة العبادة لضمان أداء سلس للعبادات ضمن جو إيماني تروق معه الاستفادة العظمى من حلقات المساجد الدينيا ومعلوماتيا مضيفا في الوقت عينه إلى سعي الوزارة نحو تنظيم العديد من البرامج والمسابقات الدعوية والثقافية التي من شانها تحفيز الصائمين لجني ما أمكن من الحسنات في هذا الشهر الفضيل أعدت الوزارة خطة متكاملة لاستقبال هذا الشهر واستثمار أوقاته من برامج وعضية وبرامج مسابقات قرآنية وغيرها بما يتعلق بالأمور الصدقات توزيعها على المستحقين هناك برنامج يباغي الخير أقبل فيه عدد كبير من الوعاظ والواعظات التابعين للوزارة العدوى والشهور الإسلامية والأوقاف يقومون بتوعية الناس وتثقيفهم بقيم ومبادئ وأسرار الصيام ورمضان وأحكام الصيام ومنها أيضا حديث عن المبادئ والقيم الإسلامية من السماحة ومن التصالح والمودة والمحبة والتعايش فيما بين الناس جميعا هناك برامج قرآنية ومسابقات قرآنية هناك أيضا برامج وعضية هناك ما يتعلق بتوزيع الصدقات والزكوات على المستحقين بأمر من جلالة الملك المفدى حفظه الله تعالى ورعاه الذي دائما يوجهنا بتوجيهاته وامره السامية لأيضا إعطاء الصدقات والزكوات من خلال صندوق الزكاة والصدقات هناك مسابقة البحرين الكبرى للقرآن الكريم والتي تجرى في رمضان تحت الرعاية السامية لجاة الملك المفدى حفظه الله تعالى ورعاه يتسابق فيها أهل البحرين ويتنافسون في حفظ القرآن الكريم وفي تلاوته وتجويده هناك برنامج أيضا برنامج تراويح الذي يحييه عدد من الحفظة البحرينيين وأيضا من الضيوف الذين يأتون من خارج البحرين يحيون هذه الليالي بصلاة التراويح وبصلاة القيام بأصواتهم الندية المتميزة ترجمة نانسي قنقر